في سبتمبر الماضي ندذت هيلاري كلينتون واثاء حملتها الانتخابية بقضية القرصنة الإلكترونية والمعتبطة بالبريد الإلكتروني التي طالت الحزب الديموقراطي حينها وجهت المرشحة للانتخابات الرئاسية صابع الاتهام إلى ضلوع روسيا في حقيقة الأمر إن رجال استخباراتنا هم بصدد دراسة القضية وتدائيتها الخطيرة ومدى التدخل الروسي المحتمل في انتخاباتنا وتعتقد وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية أن الروس هم من زودوا موقع ويكيليكس برسائل البريد الإلكترونية أما مؤسس موقع ويكيليكس جوليا أسانج فقد قال إن الروس لم ينقل إليه معلومات وتعهد مؤسس موقع ويكيليكس جوليا أسانج وثلاثة من الرابع من أكتوبر من العام 2016 بمناسبة مرور عشرة عوام على تأسيس الموقع بالكشف عن وثائق متعلقة بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة قبل موعدها المرتقب في الثامن من نوفمبر 2022 أما دونالد ترامب الذي تعهد بالتقارب مع الرئيس الروسي بلاديمير بوتين بعد توليه منصبه في العشين من كنون الثاني يناير فنفى تلك الاتهامات مرارا وسخر الرئيس الجمهوري عبر تويتر من أخطاء الاستخبارات السابقة التي ارتكبتها وكاتو الاستخبارات الأمريكية المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من أجهزة الاستخبارات وتحدها بأن تثلث بأن عمليات القرصنة والتسريبات هي من عمل حكومة بوتين أما جيمس كلابر وهو مدير الاستخبارات الوطنية فقد صرح أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ يوم الخميس أن لديه ثقة عالية في النتائج التي توصلوا إليها من الواضح أن روسيا كثفت الهجمات المعلوماتية بزيادة عمليات التجسس الإلكتروني وتسريب البيانات المسرقة عن طريق هذه العمليات واستهداف أنظمة بناء تحتية حساسة هذا واخذ البيت والأبيض تلك الادعات على محمل الجد وفرض عقوبات شديدة ضد 22 من أجلسة الاستخبارات الروسية واعترض 35 دبلوماسي روسيا اعتبر أنهم أعضاء في الاستخبارات الروسية